من هنا تنطلق جولتنا في المنطقة الفاصلة بين محافظتي حجة وصعدة هذا الجبل هو جبل بكيل الأكبر وهو في محافظة حجة أما هذا الجبل فهو يعود إلى منطقة المنزالة وقرى المنزالة وهو يقع إداريا في مديرية الظاهر في محافظة صعدة نحن نتجول جوا عبر كاميرتنا الطائرة في وادي أبو رحال الفاصل بين محافظتي جوف وصعدة بعد تأمينه من قبل الجيش الوطني وهنا نكمل جولتنا على الأقدام تحديدا في المنطقة الواقعة بين مديرية بكيل المير في محافظة حجة ومديريتين الظاهر وحيران في محافظة صعدة وهذه أطل قرية الوقيش التي تقع إداريا في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة ونحن اليوم متحدين ثلاث وحدات عسكرية من أبناء الجيش الوطني اللوية العاصفة، اللوية العروبة، اللوية القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب نحن جنبا إلى جنب هذه جبال الملاحظ تحت سيطرتنا هذه السوق الملاحظ وهذه 455 وهذه طيبان وهذه المريش تحت سيطرة الجيش الوطني جولتنا استمرت حتى سوق الملاحظ الذي شهد اشتباكات عنيفة في العيام الماضية أسفرت عن تعزيز الشرعية لمكتسباتها بالسيطرة على جبال الناصر والوسيع والشبكة والخرشعي وسلسلة جبال طيبان المتفرعة من سلسلة جبال مران الشهيرة بمديرية حيدان ولا تزال المعارك مستمرة التقدم الأخير لجنود المنطقة العسكرية الخامسة إلى حدود مديرية بكيل في محافظة حجة قابله استراتيجية عادة تموضع للألوية المرابطة بين مديريتي حيدان والظاهر في محافظة صعدة بعد السيطرة على كامل وادي المنزالة لقناتي العربية والحدث محمد العرب من المنطقة الفاصلة بين محافظتي حجة وصعدة